طيب عندما أجل أشياء تست للهيبوثيس نطلع فهل هي اوهل هي اخبارة اوة لدي نوع من الهيبوثيس النول واللي أو احاول اثبت أن ما في علاقة بين حاجتين والالترنتف واللي هو حاول اثبت أنه في علاقة بين حاجتين الالترنتف دائماً نستبعده وما نبغاه وما نعلق عليها أصلاً في النول هايبوثيس عندنا خيارين إما تكون ريجكتد تمام او تكون تكون في حال كان في في حال كان في علاقة لأنه هدفي الأساسي أصلا أنه نبين أنه ما في علاقة فلو طلع في علاقة معناها يعني أنت ما طلع معاك الشيء اللي أنت تبغى لكن لو كان في لو بالفعل ما كان في علاقة زي ما أنت اقترحت في البداية فبالتالي الهيبوثيس ايش اكسبتد زي مثلا أقول أنه ما في علاقة مثلا ما في علاقة بين الدايبيتس طيب وشرب الموية تمام فرض من كده أنا حطيت نظرية دي ام اند ووتر تمام وبعدين أسوي أجيب سامبل وسوي تيست وكلام هذا كله وسوي الخطوات كلها اللي قلناها بعدها أشوف إذا البحث بين الـ level of significance والأشياء هذه الـ be value كده إذا بينت أنه ما في relationship طيب أنا قلت في البداية إنه دي ام ما له علاقة في الموية طيب فإذا طلع بالفعل في النهاية ما له علاقة فبالتالي بحثي تمام لكن إذا طلع له علاقة فبالتاليش ليه لأنه فيه significance أو لأنه فيه علاقة تمام للتستينج طبعا واحد يقدر يريسها التست أنت بتشوف إذا الـ تست عشان تعرف إذا الداتا هذه تدعم الـ حقتك أو لا وبعدها remember دائما أن one sample can never prove anything يعني ما ينفع تجيب لي مثلا 50 واحد أو 100 واحد ومن أول مرة إذا طلع بالفعل البحثك فكرة كويسة accepted فخلاص تقول إنه هذه accepted لا لازم تسوي مرة واثنين وثلاثة عدة تبحاث يعني وتجارب لازم يكون فيه أكثر من sample طيب عشان تكون accepted يعني ما هي accepted من أول مرة ممكن المئة اللي اخترتهم يكون فيهم أي مشكلة فلازم تعيد البحث على ناس ثانين مرة اثنين في كده إلين يكون النتائج ثابتة إلين يصير accepted طبعا هي عبارة عن يعني مثلا براميتر معين مقياس معين أنت تريد تقيسه في العالم في البوبيوليشن طيب فبالتالي بتجيب إحصائيات سواء سيرفي أو أي حاجة بتجمع داتا عموما statistics وبتسوي لها تست لهذه الداتا عشان تشوف هذا البراميتر هذا الشوضع طيب طريقة أنك أنت تسوي التست تعتمد على طبيعة الداتا اللي عندك و reason for analysis أنت تسوي analysis ليش بالضبط وليش تمام فهذا الشغلتين تعتمد على كيف تختار الطريقة في التستنج الميثدولوجي طيب now why is hypothesis testing ليش نحن بنسوي testing لأن عشان تؤسس the possibility of a hypothesis by using sample data عشان تشوف هل هذه النظرية معقولة أو لا يعني في وجهة نظر كويسة أو لا regarding ايش أو using ايش بتستخدم sample data طيب عشان تشوف إذا هي نظريتك معقولة أو لا طيب الداتا هذه ممكن تجي من large population تمام أو من data generating process أو اي حاجة يعني المهم عموما بتجيب data من اي طريقة بعدها عندك حاجتين عندك دائما تذكر alternative لما يكون عندك alternative وانت قاعد تقارن الكيس بالcontrol عندنا نقلنا نقارن حاجتين أو نظرية صح نقلنا نظرية مثلا smoking خلنا نقول دائما ناخذها smoking طيب نقول ما له علاقة في lung cancer تمام طيب ف smoking هو هيكون هيكون الكيس lung cancer هي الكيس تمام و smoking هو control وانت جاي تقارن بينهم وتثبت تحاول تثبت انه there is no relation طيب فإذا طلع بالفعل في النهاية no relation فبالتالي بحثك accepted طيب control والكيس في حالة انه انت بتتكلم عن null hypothesis دائما المين حقه هو دائما equal ل المين الثاني يعني المين one equal main two في null hypothesis تمام لكن في حال انت بتتكلم عن case و control في alternative hypothesis اللي هو بتحاول تثبت انه دول اثنين لهم علاقة دائما المين حق الأول لا يساوي المين حق الثاني طيب نيجي للنتائج لو انت الحين خلاص احنا قلنا alternative إلغوها من باركم دائما بس عرفوا النقطة لكن ما نسوي كومنت عبدا عليها لو جينا نسوي كومنت نقول ايش خلاص ما في كومنت نسوي كومنت على null hypothesis طيب جبنا null hypothesis وقلنا null hypothesis حقتي حاليا انه there is no relationship between smoking and lung cancer تمام اول شي ببدأ اجيب الكيس اللي هما مثلا خلاص اجيبت كيس اللي هما المدخنين والسموكر وجبت controlled اللي هما النن smoker هذا control وكذا وبعدها بسوي statistical test حقتي وبسوي كل حاجة وبشوف اذا كان في اذا كان في يعني زي هنا الكيس والcontrol كانوا مع بعض الازرق هم اللي هم control او الغير مدخنين والاسود هو المدخن كلهم مشين مع بعض صح فالمين حقهم equal بعض كمان زي ما قلنا الكيس والcontrol بنفس المكان وبالتالي هنا معناها انه الغير مدخنين اللي عندهم lung cancer عددهم خمسين وبرضو المدخنين اللي عندهم lung cancer عددهم خمسين معناها المين تبع الجزء سيكون بين 1.96 negative وال1.96 positive يعني سيكونوا هنا في المدخن سيكونوا في النص اللي هي accepted طيب طيب بما انهم بنفس النسب يعني مع بعض وكذا انه اذا كان وما لا علاقة يعني انا شايف هنا انه سواء الغير المدخن ولا المدخن عددهم زي بعض لو كان المدخنين مثلا اللي عندهم lung cancer عددهم 100 فهذا double العدد الاول فهذا الشي يعني انه في علاقة لكن هنا ما طلع في فرق نفس الرقم نفس كل حاجة فبالتالي ما في علاقة اصلا لو جيت احسب هيطلع فوق 0.05 فوق ها تمام فمثلا يطلع 0.06 فبالتالي 0.05 فبالتالي acceptable ليش لانه ما في فبالتالي عكس لما يكون كيف يكون إذا كان في هنا هنا كان ما في واضح انه ما في هنا اذا كان في كيف اذا طلع عندي الغير مدخنين اللي عندهم لن كان صار عددهم عشرة والمدخنين اللي عندهم لن كان صار عددهم 60 ففي واضح انه في فرق جدا كبير وال لما حسب ها حتطلع 0.02 مثلا فبالتالي لانها less than 0.05 تمام فهي طيب عندنا هذي برضو مثال ثاني فرضا انا حطيت نظرية وقلت انه هل وزن هما نفس وزن المدخني المدخنين المدخنين والغير مدخنين عندهم نفس الوزن ولا لا في انا بحاول اقول انه يعني ما في فرق بحاول اقول انه ما في فرق فاذا شفت الشيء غير مدخنين عندهم نفس الويت فبالفعل انه ما في فرق بالفعل النظريتي كانت صحيحة ما في فرق فأكسبت لأنه اثبت انه ما في كلمة او ما في معناها على طول تمام في ما بقول انه ما في فرق لا بقول انه في انه في فرق لازم اشوف انه في اختلاف او في علاقة هذي هذول اللي بيمثله اقل من 0.05 وهذه دائما القيمة سواء بالموجب او طيب هذه خطوات انه اول شي تحط بعدين تحط معين بعدها تبدأ تستوي بعدين تحددها اللي هي هذول تحددهم وبعدها تسوي الكمبيوتاشن وتقدر تحسوب الكلام هذا وبعدها الديسيشن هل هي رجيكتد ولا اكسيبتد طيبا في النال هيبثيس اذا كان موجود اذا كان موجود في يعني طلع الرقم 0.05 او اقل فبالتالي رجيكتد اذا ما كان في ديفرنس فبالتالي اكسيبتد طيب ودائما النال هي البيس لكن هنا لاحظوا في حاجة انه ممكن اقول 0.05 او 5% هذول رجيكتد او لكن ممكن اقول ها بطريقة ثانية اللي هي more than 1.96 كيف يعني more than 1.96 شفتوا الكيرف هذا اللي موجود هنا في عندنا المين 1 1.96 فاذا قلت لك more than 1.96 معنا هن اقصد هال الارقام اللي هنا اللي هي 2 و3 وكذا صح ف more than 1.96 معنا هالناس اللي هنا او less than negative 1.96 معنا هالناس اللي هنا فهذول يعتبر برضو رجيكتد لانه في significance فممكن العب بالكلام ممكن الدكتور يلعب بالكلام ولكن المعنى واحد سواء قلت لك less than 0.05 اللي هي البي value ب value هيتكلم لك عن 0.05 أو 5% تمام لكن لو تكلم عن العموما في الارقام اللي هو في ذا الاتجاه فبتالي برضو هذي رجيكتد الكلام مختلف لكن المعنى واحد هذي شكل النل وهذا شكل الالترنتف النل المين الأول المين الثاني طبعا برضو عين ريسيرش دائما اذا اتس اكسيبتد او رجيكتد تمام ودو نات كمين زي ما قلنا على اللي هي الالترنتف في طيب حسب ايش المين وكذا دائما احنا عندنا شغلتين صح ممكن يكون اكبر من الثاني وممكن الثاني يكون اكبر من الاول المهم انه دائما 0.05 تمام وهنا نفس الكلام انه اذا ال ب طبعا هنا لازم نكون كذا اذا ال P اصغر من او تساوي 0.05 تمام بيسأل سؤال اذا هي نعم بالفعل اصغر من او تساوي فبالتالي ريجكتد اذا هي مو اصغر من او تساوي اذا هي اكبر فبالتالي ايش 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 اكسبتد هذا شكل ال او انت عندك ايما تكون اكسبتد ايما ريجكتد ما في شيء ثالث اشتركوا في القناة